بين هاجس أو ذريعة التجسس وعدم اعتراف طهران بازدواجية جنسية لا يزال مصير 12 ناشطاً بيئياً في سجون إيران مجهولاً منذ توقيفهم مطلع العام الحالي طالبت جهات حقوقية عدة بالإفراج عنهم ولكن نداءاتهم المتكررة لم تلقى رداً من السلطات الإيرانية من داخل الحكومة هذه المرة خرجت المطالبة للقضاء بالكشف عن مصير هؤلاء وكالة الأنباء الرسمية إيرنا نقلت عن عيسى كلانتري مساعد الرئيس حسن روحاني تصريحته المنددة بالغموض الذي يلف قضية ووضع المحتجزين يقول كلانتري بصفته رئيس منظمة حماية البيئة إن محاكمة الناشطين لم تبدأ بعد رغم مرور تسعة أشهر على اعتقالهم منظمات حقوقية وناشطون أشاروا إلى أن القضاء وجه لهذه المجموعة تهمة التجسس رغم أن الاستخبارات الإيرانية نفسها كانت أكدت في مايو الماضي عدم وجود جواسيس ضمن المجموعة وعدم ارتباط أي منهم بجهات أجنبية وما أن خرج إعلان الاستخبارات حتى وجه القضاء تحذيراً لجميع الأجهزة الأمنية بعدم التدخل في القضية الشهر الماضي أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن الحرس الثوري اعتقل أكثر من خمسين ناشطاً بيئياً منذ يناير الماضي عائلات الموقوفين اعترضوا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بزيارة ذويهم أو السماح لهم بالتواصل معهم هاتفياً أو تعيين محامين للدفاع عنهم وكانت أسرة كاوز سيد إمامي رئيس منظمة تراث الحياة البرية أعلنت أن كاوز توفي في الحجز في ظروف غامضة لكن السلطات الإيرانية زعمت أنه انتحر بعد أسبوعين من اعتقاله حنين الشولي العربية